هنأتعرف أكتر من ضفنا الكاتب الصحفي محمود بسيوني صباح الخير سيد محمود في البداية وأهلا بك معنا في صباح جديد على القاهرة الإغبارية لو في البداية تحدثنا عن كتاب شفرة المرشد بالتحديد ولتناول جزء مهم جدا ويمكن جزء جديد كمان من ملفاء جامعة الإخوان صباح الخير أحضراتكم وكل مشاهدي القاهرة الإغبارية بشكركم جدا عن هذه الاستضافة في الحقيقة كتاب شفرة المرشد هو كتاب بيحاول أنه هو أدخل فيه أو أظهر فيه وجه ربما مش معروف للكسرين عن جامعة الإخوان الإرهابية هذا الوجه بشوء يعني بحاول أن أنا أقدم فيه ما تقوم به هذه الجماعة وما تحاول أن تفعله فيه كل الدول العربية من خلال اختراقها لهذه المنظمات للأسف الشديد يعني مع بداية هذه المنظمات وظهورها في التمانينات كانت فيه علاقة واطيدة بينها وبين هذه الجماعة ربما فيه فترة من الفترات كانت هذه جاعة تستغيل المظلمات السياسية التي تتحدث عنها دائما مع المنظمات الدولية أيضا كانت تحاول استخدام هذه المنظمات من أجل فرض وجودها على الواقع العربي من خلال الحديث عن موضوعات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما كان يحدث لعضاءها في بعض الدول العربية من المتاردات كل هذه الأشياء كانت لها أثر عند بعض منظمات حول الإنسان وإن ربما يعني بعد وقت اكتشف الجميع أنه كان هناك كثيرا من مبالغات كان كثيرا من القصص الخاطئة كثيرا من القصص التي تؤلفها الجماعة ثم تسوقها إلى أتباعها ثم تحاول تؤثر بها على مجموعة من المثقفين والمشاطئة الذين كانوا يتعاملون مع هذه المنظمات في ذلك التوقيت ثم تطور الأمر إلى محاولة هذه الجماعة لاختراك من الداخل لبعض المنظمات الدولية الكبرى ربما لدينا نموذجا في منظمة العفو الدولية كان هناك قيادية اسمها ياسمين حسين اخترقت هذه المنظمة من الداخل وكانت يعني تم التحقيقات بعد ذلك في بريطانيا حول كيف تم اختراق هذه المنظمة من خلال عنصر إخواني وكانت صحيفة التايمز هي من نشرت تحقيقات استقصائية عن هذا الأمر أيضا في منظمة يومن رايتس ووتش هناك بعض الأعضاء الإخوان الذين تواجدوا في مواقع قيادية وكان لهم تأثير على سلوك هذه المنظمات تجاه الدول التي تستهدفها هذه الجماعة ثم اتجت الجماعة بعد صور التلاتين يونيو وخروج بعض أعضاها من مصر إلى تأسيس منظمات في بعض الدول الغربية والتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الكونجرس الأمريكي حيث هناك عدد من أعضاء هذه الجماعة يحاولون التأثير على أعضاء الكونجرس من أجل الضغط على مصر والضغط على الدول العربية لتحقيق مصالح الجماعة أستاذ محمود ما هدف الأخوان من تشكيل شبكات لحقوق الأنسان تحديدا وكيف يمكن عدم تكرار توغل الجماعة الأخوانية في المجتمع عبر شبكات حقوق الأنسان يعني أتصور أن احنا محتاجين أن احنا نحذر الناس من هذه التحركات هي جماعة الأخوان لديها ست تكتيكات للتعامل مع هذه المنظمات منها دلوقتي المحاولة من الاختراك من الداخل توفير التمويلات لعملها محاولة التأثير على بعض المنظمات الكبرى من خلال موضوعها المظلومية ثم تأسيس منظمات تابعة لها لدينا عدد من النظمات التي يقوم عليها الآن أفراد ينتمون لهذه الجماعة وتعمل على كامل الدول العربية وليس مصر فقط ولكن هي تحاول التأثير على كل الدول التي تستهدفها هذه الجماعة لدينا منظمة موجودة في جينيف تدعى كوميتي فور جوستس لدينا منظمات أخرى موجودة في لندن وغيرها من الدول التي يعني يرؤسها إخوان ويعني يتعامل معها أفراد من هؤلاء الجماعة الهاربين في الخارج هؤلاء الهاربين يحاولون استخدام حقول إنسان استخدام الحديث عن الديموقراتية محاولة استهداف الأجال الجديدة من خلال بعض الألفاظ البراقة والتفاعل مع منظمات أخرى لديها يعني رغبة في اختراق المجتمعات العربية لديها رغبة في التأثير على شبابها هناك محاولات مستميتة من أجل يعني استمرار هذه الجماعة وتجنيد عناصر جدد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير عليهم يعني باستخدام أزمات اقتصادية باستخدام مفاهيم مغلوطة باستخدام المفاهيم حتى الليبرالية الجديدة التي يحاولون استخدامها الآن والتأثير بيها على المواطن العربي الحديث عن الديموقراتية حول إنسان وحديث براج في حد ذاته ومهم لكل المجتمعات ولكن الإخوان الآن يستخدمون هذا الحديث في غير محله وبالرغم من ما هو معروف عن تاريخهم المعادي لكل الحريات والمعادي لكل الحقوق والذي يعني فيه كثيرا من العنف والتحريض على العنف ويعني الأدي الملوثة بالدماء ولكن يحاولون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام التي تتعامل مع بعضهم ربما يعني يتخفى كثيرا منهم ما بيعاش بيتحدث عن إنه ينتمي للجماعة ولكن يتحدث عن إنه شخص مستقل ويحاول أن يعني يأخذ الجانب المظلوم أو الجانب اللي فيه المظلومية فيحاول يؤثر على الناس وعلى الشباب من هذا المنظور أستاذ محمود بالإشارة للولايات المتحدة الأمريكية لحضرتك أشرت إليها من شوية هل الدعم الأمريكي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي لأصبك باراك أوباما الإخوان هو الذي أحدث التغيرات في المنطقة العربية خلال الربيع العربي؟ بالتأكيد الدعم اللي قدمته إدارة باراك أوباما وربما إدارات سابقة أيضا لهذه الجماعة هو من أعطاها هذه الفرصة أنها تتولى الحكم في هذه المناطق بشكل قاصر وبشكل كان فيه محاولة للضغط على شعوب هذه المنطقة من أجل قبول هذه الجماعة لأنه في الحقيقة كان هناك رغبة في أنه يبقى فيه تواجد لمثل هذه الجماعات حتى تحقق هذه المصالح الأمريكية وده اللي احنا ربما شفناه في هذه التوقيتات وكيف كانت تحذر الولايات المتحدة الأمريكية الشعوب حينما ثارت على هذه الجماعة وحينما قررت أنها تتخلص منها ومن ما تقوم به من تخريف هذه المجتمعات كانت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة أوباما في ذلك التوقيت تتصدى لمثل هذه الأمور أيضا التخلص من بعض المؤسسات الوطنية والتأثير عليها ومحاولة إخراجها من المشهد السياسي بشكل قصري وتصوير الأمر على تبار أنه هو خروج شعوب تحاول أن تنال حريتها هذا الأمر كان خاطئا وربما تكلفة أو فاتورة الربيع العربي كانت هي الإجابة على مثل هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر